تطورات هامة متسارعة تلك التي تعصف بالشرق الأوسط وكم هائل من الأخبار يتدفق عنوانه الأبرز مزيد من الضحايا والدمار وتطلع نحو الحرية انطلاقا من ذلك وضعت قناة روسيا اليوم نصب عينها أن تنقل المشاهد إلى قلب الحدث ليعيشه صورة وصوتا في تقنية مذهلة فهي الغارات الإسرائيلية على مواقع قرب العاصمة السورية دمشق وإذ خرجت سالما هذه المرة من بين ألسنة اللهب فإنه لا ضمانة لي بأن أنجو من دبابة تي 72 التي ستشاهدونها قريبا ضمن برامجنا الإخبارية أملا بأن لا تطلق حمامها نحو الأبرياء والأطفال بل ستكون للدفاع عنهم وعن الوطن الذي يضمهم هذا كله غيض من فيض ما تقدمه قناة روسيا اليوم والتي ترحب اليوم بضيف يخصها لأول مرة بالزيارة ضيفنا اليوم هو فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأهلا وسهلا بسيادة الرئيس اشتركوا في القناة